حلقة جديدة وفيديو جديد هنتكلم فيها بالتأكيد عن النادي الأهلي هنتكلم فيها باستفادة كاملة عن قصة حسين الشحات ورد بيراميز على خطاب النادي الأهلي للجبلاية وكمان النادي الأهلي بيفاجئ اتحاد الكرة بمسكرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي ومفاجأة مدوية من موقع صدى البلد النادي الأهلي بيصعد أزمة حسين الشحات والشيبي للفيفا والنادي الأهلي يلجأ للفيفا بسبب الشحات وموقف فتوح بكأس الأمم الإفريقية هنبدأ برد نادي بيراميز على خطاب الفيفا من موقع نادي الزمالي ورد بيراميز على خطاب الأهلي للجبلاية طبعا كلنا عارفين الوقع اللي بين حسين الشحات والشيبي اللي حصلت في نهاية الكأس في آخر مباراة في الدور المصري اللي حصلت صفع باليد من حسين الشحات على وجه الشيبي ومش عايزين نختلف إن الموضوع غلط وما نختلفش إن حسين الشحات غلط لأن الضرب بالطريقة دي إهانة كبيرة جدا للمغرب وإهانة لللاعب محمد الشيبي أيا كان اللاعب عملي الأهلي بيصعد هذا الأمر الشيبي بيصعد هذا الأمر للنيابة العامة وطبعا إن الشيبي يروح يعمل بلاغ في النيابة العامة وفي المحاكم المدنية ده مخالف جدا لليحة كرة القدم بالفيفا الشيبي بعد مصعد الأمر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من لاعب النادي الأهلي الكابتن حسين الشحات مصدر داخل نادي بيرامدز بيعلق على هذا الخطاب الذي أرسله النادي الأهلي إلى اتحاد الكرة بشأن أزمة لاعب الفريق حسين الشحات مع محمد الشيبي نجم الفريق السماوي ولاعب نادي بيرامدز ومنتخذ المغرب والمصدر بيؤكد إلى أن الذي فعله النادي الأهلي لا يمثل إلى الواقع بأنه بأي صلة والذي فعله اللاعب محمد الشيبي لم يخالف اللوائح باللجوء إلى النيابة العامة هنعلق على الجزء ده أن المصدر الموجه من نادي بيرامدز بعد ما علق الموضوع بيقول أن محمد الشيبي ما خالفش اللوائح والقوانين لما عمل بلاغ في النيابة العامة إزاي؟ إزاي لعب كرة قدم فيه ليحة وفيه قوانين للاتحاد الدولي لكرة القدم وفيه لجنة عقوبات وتصلمات بالفيفا يلجأ للنيابة العامة أو المحاكم المدنية بيؤكد كمان المصدر على أنهما في إدارة السماوي ليس لنا أي صلة بالموضوع وعمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط أمر التصعيد يخص النجم المغربي فقط والجدير بالذكر أن الكابتن حشين الشحات زي ما احنا عارفين يعتدى بالضرب والألفاظ على الشيبي داخل الملعب عقب الانتهاء من مباراة الأهل مع بيرامدز بالدوري الموسم السابق وبأكد كمان الشيبي صعد هذا الأمر للنيابة العامة عقب تخازل الجبالية في استرداد حق اللاعب المغربي من الكابتن حسين الشحات كمان النادي الأهلي بيفاجئ التحال الكرة بمزقرة رسمية بشأن أزمة حسين الشحات والشيبي بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي بيرامدز المغربي محمد الشيبي كشف النادي الأهلي عن مزقرة رسمية قام بإرسالها إلى الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن الأزمة الحالية بين اللاعب حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ولاعب نادي بيرامدز المغربي محمد الشيبي الأزمة بدأت طبعا باعتداء واضح من الشحات على الشيبي خلال مباراة الفريقين في الموسم الماضي والتي تحولت حاليا إلى ساحة النيابة العامة التي استدعت لاعب النادي الأهلي وأخلت سبيله بكفالة مالية الأهلي في مزقرة تطالب برد من اتحاد الكرة على ما حدث من لجوء لاعب بيرامدز إلى المحاكم الجنائية بما يخالف اللوايح والقواني الأهلي في مزقرة تؤكد أن ما حدث يعتبر هو انتهاء للقواعد المنظمة لشؤون اللعبة ونقل ما يحدث من خلافات في الملاعب الرياضية إلى ساحة المحاكم الجنائية وبيؤكد النادي الأهلي في مزكرته وبيشدد للجبلاية وطالب بضرورة الرد العاجل والإفادة لاتخاذ ما يراه مناسبا لحفظ الحقوق الأدبية للنادي واللاعب حسين الشحات كمان مفجأة مدوية الأهلي يصعد أزمة حسين الشحات والشيبي إلى الفيفا بيؤكد الإعلام الكبير أحمد شبير أن مسؤول النادي الأهلي بصدد إرسال شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم وذلك بعد استدعاء لاعب الفريق حسين الشحات من أجل التحقيق معه فيما بضر منه مع الشيبي لاعب بيرامدز في الموسم الماضي وقال أحمد شبير في تصريحات تلفزيونية أن النادي الأهلي أرسل خطابا إلى اتحاد الكرة بعدما استدعى حسين الشحات إلى النيابة العامة خلال الفترة الماضية خاصة أن اتحاد الكرة عاقب اللاعب بالإقاف ووقع النادي غرامة عليه بقيمة 500 ألف جنيه وأضافها أيضا النادي الأهلي ينتظر رضي اتحاد الكرة وفي حالي عدم وجود رض فإن النادي يجهز في الوقت الحالي شكوى رسمية ومزقرة تفصيلية لإرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل إنهاء هذا الأمر نهائيا بشكل كامل النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات ولكن تعالوا نتكلم جماعة مع بعض شوية بالعقل لما حصلت المشكلة بين حسين الشحات ومحمد الشيبي في الملعب وأكدت الكاميرات وأكد حسين الشحات أن نلاعب محمد الشيبي تلفظ عليه بألفاظ خارجة وغلط في زوجته وغلط في أمه وغلط في عيلته وفي كل حاجة لكن اديني عقلك هنا أنت منتظر مني إيه لما جاء أغلط فيك وفي عيلتك وفي أبوك وفي أمك وفي أختك وفي زوجتك أنت منتظر مني الرد يكون إيه تفتكر هقولك تعظيم سلام تفتكر هقولك تاب أنت ما تغلط كمان أو اشتم كمان أو هاخد حق منك بالقانون لا يجوز التصرف من حسين الشحات مش عايزين نقول أنه صح هو تصرف خاطئ بكل المقاييز ولكن لكل فعل رد فعل هو ده رد الفعل اللي حسين الشحات فكر فيه مع حسين الشحات يا جماعة مش هيلاقي حد بيغلط في زوجته وفي أمه وحيقعد يتفرج هو التصرف خاطئ وإن حسين الشحات يمدي إيده على محمد الشيبي تصرف خاطئ وعمرنا ما هنبرر الكلام ده وهنقول علي أنه هو كلام صحيح لأنه هو كلام خطأ بالفعل ولكن الديني عقلك الديني عقلك النادي الأهلي النادي الأهلي مش هيسيب حق حسين الشحات والنادي الأهلي ما بيردس بالغلط النادي الأهلي لما عرف أن حسين الشحات وأكد أن حسين الشحات خطأ وغلط اتحاد الكرة عاقب حسين الشحاد ب300 ألف جنيه والنادي الأهل عاقب اللاعب ب500 ألف جنيه يعني 800 ألف جنيه في وقعة النادي الأهل عارف أنها وقعت خطأ من حسين الشحاد ولكن الجدير يعني الحاجة التي تجننك قوي أن حسين الشحاد بعد المباراة مباشرة وأمام الكاميرات في وجود مدير الكرة لبرامة زهان سعيد اللي هو بيدور على أي مصيبة يجري فيها تجاه النادي الأهل بس حسين الشحاد اعتذر لمحمد الشيبي على الهوى وبس دماغه ده أنا لو واحد جاي يعتذرلي وبس دماغي الراجل ده لو قاتل لي حد أنا مش هتكلم لكن لما يعتذرلك يا شيبي ويحب راسك ويعمل 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 وعالهوى انت عايزي تاني ومين اللي بيشجع لاعب بيرامتس او مين اللي شجع لاعب بيرامتس انه هو ينتقل للقضاء المدني وده مخالف للليحة ومخالف للقوانين ولكن زي بقولت لحضراتكم هاني سعيد قاعد في بيرامتس بس بيدور على المصائب اللي يعمل فيها أي مشكلة واي مصيبة للنادي الأهلي هو ده هاني سعيد هو ده هاني سعيد يا جماعة هاني سعيد الزمالكاوي هاني سعيد الزمالكاوي اللي حسين الشحات اعتذر لللاعب في وجوده قدام عينه وقدام الشاشات وبعد المباراة مباشرة يعني ما سابش الموضوع بات يعني المفترض لما مدير كورة اللاعب نادي آخر يعتذر لللاعب اللي عندك انت اللي المفترض تقول لللاعب خلاص احنا ما عادش يلينا عين ان احنا نتكلم هو اعتذرلك وانت قابلت الاعتذار يبقى بالنسبة لنا الموضوع خلص لكن هاني سعيد لما يشجع اللاعب ان هو يروح للنيابة العامة ويرفع قضية على حسين الشحات الموضوع ده يا جماعة على فكرة من فترة كبيرة تقريبا من شهر خمسة او شهر ستة في الموضوع ده او شهر اربعة مش متذكر والله بجد ده في نهاية الدوري في اخر مباراة تقريبا في الدوري اللي برامد زيك سبا 3-0 تقريبا على النادي الاهلي لكن عايز اوجه نصيحة للكابتن هاني سعيد انت واللي زيك يعني انت واللي زيك الكارهين للامان في مصر والكارهين للنادي الاهلي هم اللي بيعملوا كده ولكن النادي الاهلي ما بيسيبش حق اللاعب بتاعه ولو اللاعب اخطأ فالنادي الاهلي عقبه عقاب شديد جدا اللي هيحصل في قصة حسين الشحات وفي توقعات ان حسين الشحات ممكن ياخد حكم ممكن ياخد حكم إلا لو النادي الاهلي محلش الموضوع بسرعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم اللي هيحصل في قصة حسين الشحات ومحمد الشيب الفترة اللي جاية ده اللي احنا هنعرفه بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى من الله ان الحلقة تكون عجبة حضراتكم يريد تدعمونا باللايك للفيديو وبالاشتراك الحلو في القناة علشان يوصلك أهم أخبار النادي الاهلي أول بأول بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية أشوفك على خير مع السلامة